اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم ارد الله عز وجل ان يرسخ الحكم في اذهان المؤمنين وان يبين لهم العل من تحويل القبلة فانزل قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن أي مكان خرجت أيها النبي فتوجه في صلاتك للمسجد الحرام وحيث ما كنتم أيها المسلمون فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام في صلاتكم ولو تأمننا في حجج أهل الكتاب والمشركين من العرب قبل تحويل القبلة وبعد تحويل القبلة نجد العجب العجاب فكان أحبار اليهود وعلمائهم كثيرا ما يستدلون من كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين مختلفتين وكان مشرك العرب كثيرا ما يقولون للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كيف تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت لا تصلي إلى قبلته فأراد الله عز وجل أن يقطع عن هؤلاء المخالفين كل سبيل للمخاصمة والمجادلة والمحاججة إلا الذين ظلموا منهم فظلوا على عنادهم وجهودهم وجدالهم فمثل هؤلاء لا يلقى لهم بال لأن حجتهم باطلة وضاحضة وأمثال هؤلاء مخذولون في الدنيا والآخرة فلا تخشوهم وخشوني والخشي من أعلى درجات الخوف لأنه خوف مكرون بمعرفة فعلينا جميعا أن نخشى الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه ولكي أتم نعمته عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم ولعل لكم تهتدون أيها المسلمون إلى الحق والصواب فنحن المسلمون لا نقدس الأماكن لذاتها ولكننا نطيع أمر الله فينا فلما أمر الله عز وجل بالتوجه إلى بيت المقدس أطاعه المسلمون ولما أمرنا بالتحول إلى بيت الله الحرام أطاعه المسلمون فالله عز وجل أمر خير أمة بالتوجه إلى أشرف وأقدس وأطهر بقع على وجه الأرض وكما توجهتم أيها المسلمون إلى بيت الله الحرام في صلاتكم فتوجهوا إلى الله عز وجل بقلوبكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فأنتم أيها المسلمون أمة واحدة عظيمة اجتمعتم على قبلة واحدة وعلى صلاة واحدة فاجتمعوا ولا تتفرقوا لألا يكون للمعاندين والمخالفين من حجة يحتجون بها عليكم وأي حجة لأهل الكتاب وقد تحققت نبوءة كتبهم بالتحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وأي حجة لمشرك العرب وقد تحور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمسلمون للصلاة إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما أشبه حال هؤلاء المعاندين والمخالفين بحال الناس مع جوحة وابنه والحمار كان لجوحة حمار صغير فراكب جوحة الحمار وترك ابنه يمشي خلفه فقال الناس يا له من أب قاس القلب فنزل جوحة من فوق الحمار وأركب ابنه ومشى فقال هؤلاء الناس يا له من ابن عاق فراكب سويا فوق الحمار فقال هؤلاء الناس أين الرحمة أين حقوق الحيوان فحمل الحمار فضحك الناس وقالوا يا لهما من أغبياء فقالها لنا جوحة حكمة رضى الناس غاية لا تدرك ورضى الله غاية لا تترك وهل للظالمين من حجة حقيقية يحتجون بها كلا بل هم كالحرباء يتلونون مع الباطل أينما كان سلك هؤلاء الظالمون كل سبيل ممكن ليطعنوا في عقيدة المسلمين وفي الإسلام وللأسف الشديد استطاعوا أن يحولوا بعض المسلمين من الإسلام إلى الكفر فكتموا ما عرفوا من الحق في كتبهم وتلونوا مع الباطل وإن من البيان لسحر فأقم الحجة على هؤلاء الظالمين وأبرئ الذمة ودعي النتيجة على الله ولماذا أخشى من الظالم وقد هان في عيني وقد علمت أن الله قادر عليه ومن في هذه الدنيا يستحق أن نخشى سوى الله فالمؤمن لا يخشى بشرا ولا يهاب سوى الحق سبحانه وتعالى وما الفرق بين الخوف والخشية قد يكون الخوف من مجهول كما يخاف الجبان من ظله أما الخشية فتكون بمعرفة كما نخشى الله عز وجل عن معرفة فنحن نخشى الله عن علم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فاللهم اجعلنا من هؤلاء العلماء اللهم آمين ولأتم نعمتي عليكم بشريعة كاملة ولعلكم تهتدون للحق والصواب ولعل مع الله تفيد الوجوب والتحقيق ولعلكم تهتدون هداية علمية بمعرفة شرع الله وهداية عملية بالعمل بشرع الله فاللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم بالإسلام وهديتهم إلى طريق الجنان قزاكم الله خيران